الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فإن الإسلام سلوك وعمل وقد ترجم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والصالحون من بعدهم الإسلام إلى مواقف عملية في حياتهم تشهد بصدق إيمانهم وصدق إسلامهم من هذه المواقف نزق من حياة التابعي الجليل سيدنا غروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما لذلك أنه كان قد تعرض في حياته لامتحان وابتلاء واختباء شديد وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس على قدر دينهم فأشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل سيدنا عوة بن الزبير ابتلي بأمرين في أيام معدودات ابتلي بفقد ابن من أبنائه وبعدها بأيام ابتلي بداء في قدمه أدى إلى قطع ساقه وبتعها فابتلي بأمرين بفقد الولد وفقد ساقه فماذا كان من؟ قال اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أخذت اللهم إنك إن كنت قد أخذت فقد أعطيت اللهم إنك قد أخذت فقد أعطيت وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت فلك الحمد على ما أخذت ولك أعطيت ثم قال اللهم إنك أعطيتني أربعة من الولد فأخذت مني واحدا وأبقيت لي سلاسة وأعطيتني أربعة أطعاف يدين وعجلين فأخذت مني واحدا وأبقيت لي سلاسة فإن كنت قد أخذت فقد أعطيت وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت فلك الحمد يا رب العالمين ثم دخل الناس يعزونه فدخل عليه إبراهيم بن محمد بن طلحة فقال أبشر يا أبا عبد الله أبشر يا أبا عبد الله فقد سبق ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة فقال ما عزاني أحد بأحسن مما عزاني به ابن محمد بن طلحة إذا ابطل الله عبدا في حبيبي سأل ملائكته ماذا عن عبدي ماذا كان منه فتقول الملائكة حمد واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه عاجعون فيقول عب العزة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فما بالكم إذا كان من فقده الإنسان لقي الله شهيدا في سبيل دينه في سبيل وطنه في سبيل أرضه في سبيل قرامة وطنه الشهداء الصادقون مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفقا إذا كان سيدنا إبراهيم بن محمد ابن طلحة قد عز عروة ابن الزبير عندما صبع واحتسب سبقك بقوله سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة فماذا عن الشهداء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل دينهم وأرضهم وعرضهم ومن هنا نقول لأم كل شهيد لا تحزني فقد سبقك ابنك إلى الجنة ونقول لوالد كل شهيد لا تحزن فقد سبقك ابنك إلى الجنة ونقول لأسرة كل شهيد لا تحزنوا فقد سبقكم ابنكم إلى الجنة فأهالي الشهداء يهنؤون ولا يعزون تعزيتهم تهنئة وتهنئتهم هي العزاء ونقول أيضا لمن فقد عضوا من أعضائه أو جزءا من جسده يهيب فيه لقد سبقك هذا العضو إلى الجنة فإذا كان التابعي الجليل قد قال لعروة بن الزبير لمجرد الصبر ورضا لقد سبقك عضو من أعضائك إلى الجنة فما بالكم بمن ضحى بذلك في سبيل دينه ووطنه إنه له الفوض العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون نسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا الرضا وأن يداءنا بواسع رحمته وأن يمنع على كل المصابين من أبنائنا وأبناء مصرنا العزيزة باشتفاء العاجل إنه ولي ذلك والقاضر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبعاك